السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة طوب لوك كنتمنى تكونوا باخر و الاخر انتما كتشاهدوا الفيديو ديال هاد النهار من شاء الله كنقترح اليكم كيك يومي ناجح اقتصادي وبسرعة كيوجد هدي نحضره معكم فيلمون الجديد كيجيرو خامي كنتمنى انه ينال اعجابكم و تشربوه لكيشوف القناة الاول مرة مستشي اشترك فيها و فيع الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات اذا عجبكم فيديو خليولي لايك كذلك تعليق زوين للتشجيع فقط كنتمنى انه يعجبكم و تجربوه و تردو لي في التعليقات نمشو و نشوفو الطريقة و المقادير و فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله في المقادير نحتاج الخمسات البيضات يكونوا بحرارة المطبخ الى كان البيضات كبار بزيج فستعملوا غير بعة عندي هناك كأس ديال الزيت كأس ديال السكر عندي واحد لياغورت بدنكها ديال الموس يمكنكم تديره ديال فاني عندي كذلك الدقيق سكر فاني عندي خميرة و نصف من الوزن ديالهم 7 جرام في المجموع 10 جرام عندي هناك واحد الرشة ديال الملح اذا الطريقة اللي ساهل او بسيطة يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي عندي نحتاج كذلك شوية ديال كاكاو المر انا عندي نستعمل الخلاط الكهربائي عندي نوضع هنا البيض ضروري باش الكيك ديالكم يجي ناجح و يستقلكم فيكون البيض بحرارة المطبخ فجميع المكونات يكون بحرارة المطبخ نضيف هنا رشة ديال الملح نضيف هنا رشة ديال الملح بحرارة المطبخ نضيف اليوم و نضيف اليوم نضيف اليوم و نضيف اليوم بحرارة المطبخ نضيف الزيت بالتدريج نضيف الزيت بسرعة كبيرة نضيف الزيت 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 الزيت نضيف 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 الزيت و لنضيف الزيت ندخل الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت لن نشمر الكيك نقلبه نشوف أنه ناشف سوف نتحمر من الفق بعد أن يبرد الكيك لا يسق نتأكد الجوانب ونقلبه في صحن التقديم يمكنك أن تزينه ونقلبه كيك لا يريد أن تزين يمكنك أن تزينه سوف نقطع شكله من الداخل وكذلك القوام يأتي الكيك هذا هو الكيك المعتمد الذي نعمل به ويأتي القوام يأتي الكيك نتمنى أن تجربوا هنا الإعجاب ونعجبتكم من وصفة اليوم نتلقوا في وصفات جاية خليتكم راحة بصحة و راحة و مع السلامة